السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكر بعض وسائل الاتصال التي أستعملها وأبين أهميتها في حياتي اليومية إذن هناك مجموعة من الوسائل التي أستعملها في الاتصال منها الهاتف منها الحاسوب منها الجهاز اللوحي نعم الأهمية ديالي في الحياة ديالي نعم هي تسهل التواصل تسهل الوصول إلى المعلومة وغيرها من الإجابات التي ممكن أن ندرجها ثم أسرد بعض فوائدها في حياتي الدراسية إذن بعض الفوائد ديالها في حياة دراسية نعم هي تساعدني على توفر المعلومة بسرعة بمناء ما كدحتش الوقت الطويل لتصل إلى المعلومة فقط وقت بسيط توفر لمجموعة من المعلومة المتنوعة يعني أول مجموعة ديال المصادر ديال المعلومة يعني ما شوف مصدر واحد وإنما مجموعة المصادر ديال المعلومة ثم يمكن الحصول على المعلومة في أي وقت نعم يمكنك أن تبحث على المعلومة في أي وقت شئت ماشي في وقت معين تفقنا لأن مثلا الكتب في المكتبة إذا بغيت تقتنيه فهناك وقت محدد للمكتبة تفقنا لكن عبر الهاتف أو الحاسب أو الجهاز اللوحي يمكنك أن تتصفح المعلومة في أي وقت تريد ثم أسئلة ألاحظ وأتوقع ألاحظ الصورة وأصفها نعم عندي الصورة نايا عندي الكرة الأرضية نعم متصلة بجهاز اللوحي بالهاتف بالحاسب ونايا هذا جهاز ديال اللي كان قول له جهاز استيراد وتصدير نعم البيانات أو الشبكة العنكبوتية اللي كان سميه نايا الروتور أو الجهاز ديال الواي فاي نعم إذن ثم يعني وأصفها ذو الوصف ديالها ثم أنطريقه من الصورة وعنوان النص وأتوقع الموضوع الذي سيتناوله إذن كإجابة أصدقائي على السؤال الأول والثاني هذا بالنسبة للألاحظ ثم انطلاقا من العنوان والصورة سيتحدث النص عن الشبكة العنكبوتية وكيف أن وسائل الاتصال جعلت من العالم قرية صغيرة وأيضا سيتحدث عن سلبية هذه الوسائل على حياتنا اليومية أو تأثير هذه الوسائل في حياتنا اليومية ونبدأ على بركة الله أو ننتقل مباشرة لأسئلة أفهم وأحلل أنمي رصيد المعجمي أولا أراعي السياق وأحدد معنى الكلمتين الآتية وذلك بوضع علامة فيه أمام المعنى الصحيح قبل ذلك أصدقائي في صندوق الوصف تجدون مجموعة من الامتحانات الخاصة بالامتحان الموحد المستوى السلسل للاستعداد لدورة يناير 2023 إذن مذهل هل بمعنى جديد أو شديد أو مدهش نعم إذا الجواب صحيح هنا هو مدهش نعم حماسا بمعنى حبا أو إعجابا أو شكا إذا الجواب دي الحماس هنا هو إعجابا نعم ثم السؤال الثاني أذكر بعض الكلمات التي تنتمي إلى عائلة كلمة المحتملة إذن أعطيتكم هنا ثلاث كلمات احتمال حمالة احتمالات وغيرها من الكلمات الممكن توظفها ثم ننتقل لأسئلة أفهام أولا بما يتميز العصر الحالي حسب الكاتب إذن انطلاقا من نص أصدقائي إذن قال لنا الكاتب يتميز عصرنا الحالي بتطور كبير ومذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل إذن هذا هو الجواب دي لأصدقائي بتطور كبير مذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل نعم ثم السؤال الثاني مطلوب مني أعطي مثالا من النص على تطور التكنولوجيا الرقمية إذن من بين أو مثال أصدقائي مثلا هو الربط عنا نياع على سبيل المثال الربط عبر شبكة الإنترنيت ذات الصبيب العالي تفقنا أصدقائي إذن كجواب ها هو الجواب على السؤال الثاني الربط عبر شبكة الإنترنيت ذات الصبيب العالي ثم السؤال الثالث مطلوب مني أصبح للتكنولوجيا الرقمية تأثير في حياتنا لأنها أولا أثرت في عقولنا أثرت في أسامنا أو غيرت طريقة عيشنا إذن الجواب الصحيح هو أنها غيرت طريقة عيشنا ثم قلت لك السؤال أختار الجواب الصحيح نختارينها ثم وأدعم جوابي بعبارة من النص إذن العبارة من النص مثلا نعم عندنا نايا بحيث بدأت مثلا تؤثر في عادة تسوقنا إذن كجواب للسؤال الثالث أصدقائي الآن ننتقل لصفحة رقم تسعون نعم عندنا السؤال الرابع لاحظ معي السؤال الرابع مطلوب مني أحدد من النص الجملة التي تدل على الفكرة الآتية أضعفت الوسائل الرقمية العلاقات بين الأفراث إذن بالعودة دي لنا النص نعم عندنا هنا قلقوا من التأثير السلبي للتقنيات الرقمية نعم في حياتنا نعم ويؤكدون أنها استنفذت العلاقات الإنسانية وعمقت عزلة الأشخاص بعضهم عن بعض باستعمال الشاشة إذن الناس ما بقوشك يتلاقوا وهذه بالسلبيات يعني كل واحد مشغول بالهاتف دياله أو بالجهاز اللوحي دياله إذن كجواب أصدقائي السؤال الرابع استنفذت العلاقات الإنسانية وعمقت عزلتها الأشخاص الآن ننتقل مباشرة للسؤال الأول في وحلي نعم عندنا جدوال أذكر الاختراعات التي ميزت ثروات العصر الحديث الثروة الأولى الثورة الثانية والثورة الثالثة إذن أصدقائي هنا انطلاقا من نص عندنا الثورة الأولى تميزت باختراع الآلة البخارية والسكة الحديدية يعني جوج الحواج ثم الثورة الثانية التي اعتمدت على استغلال الكهرباء والبيترول نعم أما الثورة الثالثة فهي اعتمدت بمجال العلم والتكنولوجيا هي إذن هذه الثروات الثلاث نعم الأجوبة بدلنا عن السكة الحديدية الآلة البخارية الكهرباء والبيترول العلم والتكنولوجيا ثانيا أذكر الكاتب مواقف المناصرين لتطور تكنولوجيا الرقمية ومواقف المتشائمين من هذا التطور أذكر حجة من حججي كل طرف من الطرف إذن بالنسبة للحجة الطرف الأول قلنا فرص الولوج المباشر للعالم الرقمي كان وجدها فضل الفقراء أصدقائي إذن عنا هنا على سبيل المثال نعم فرص الولوج المباشر للعالم الرقمي نعم أيضا وفي حجم المعطيات الغير محدود من المعلومات والمؤلفات من كل أجناس الكتابة التي يمكن الحصول عليها بمشرد الضغط على الزر تفقنا؟ إذن هذه مجموعة هذه الأشياء أما الحجة للطرف الثاني نعم الحجة للطرف الثاني أنها استنفذت العلاقات الإنسانية وعمقت عزلة الأشخاص بعضهم ببعض باستعمال الشاشة إذن أصدقائي هذه الأجوبة دينا ثم السؤال الثالث مطلوب مني أضع سطرا تحت الجوهب صحيح النص دينا هل هو نص إخباري أم نص معضيرة أم نص سردي أم نص حجاجي إذن النص دينا هو عبارة عن نص إخباري رابعا أستخرج من نص جملتين تفيدان التفسير إذن انطلاقها من نص جملتين سأتركها لكم أنتم تكتبوها ولتلك التقنية الجديدة أثار قوية في حياتنا اليومية بحيث بدأت مثلا تؤثر في عادات تسوقنا وعلاقتنا بالإعلام وتؤثر في معرفتنا إذن هذه جملة تفسيرية أولى وممكن ندر الجملة الثانية أيضا ديال تفسير على سبيل المثال في فرص الولوج المباشر للعالم الرقمي إذن هذه جملتين للإجابة عن السؤال رقم 4 ثم خمسا يظهر الكاتب موضوعيا في طريقة تناوله للموضوع أعلله ذلك إذن تعليل ديالي أصدقائي إذن يظهر الكاتب موضوعيا في طريقة تناوله للموضوع لأنه تجنب إبراز رأيه الشخص والتزام الحياد لأن من يكاقرون النص كالقوان الكاتب ما اعتش الرأي دياله فقط اعترر رأي ديال المؤيدين وديال المعارضين أو المتفائلين والمتشائمين ثم ننتقل لأسئلة أركب وأقويم عند السؤال الأول أولى خص مضمون النص في ستي جمع إذن أصدقائي ديالي بالنسبة للتلخص يتناول النص موضوع تطور تكنولوجيا المعلومات والتواصل وما حدث من ثورة رقمية كان لها تأثير بارس حياتنا اليومية وتحولات عميقة في شتى المجالات مما أدى إلى ظهور مواقف متباينة بخصوص هذا التطور بين متفائلين ومتشائم ثم في السؤال الثاني أركب مما يأتي نصا قصيرا في حدودي ثلاثة أسطر التكنولوجيا الرقمية الحواسيب الهواتف الذكية قراءة الكتب والنجاح الدراسي إذن ساهمت التكنولوجيا الرقمية من الرفع من فرص النجاح الدراسي حيث أصبحت تلاميذي استعملون الحواسيب والهواتف الذكية للبحث عن المعلومات والولوج إلى المنصات التعليمية وقراءة الكتب الإلكترونية والاستفادة منها إذن أحبائي أصل معكم لنهاية هذا المقطع التربوي التعليمي وألقاكم إن شاء الله في الدرس المقبل تحت عنوان مكون صرف وتحويل اسم الفاعل والمفروض صفحة 91 شكرا لكم على حسن المتابعة استودعكم الله وألقاكم إن شاء الله في مقطع اللاحق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر